في حديث بدي تأكد لي إذا صحيح أو لا أنه في خضام جولات الميرطلال إرسلين على المناطق تحديدا كان بقرنايل قال لا الدروز حزب الله هو حام الدروز ما قال هايكي مش صحيح وإنت كنت هذا الأمر آثار استياءك وقلت له رح تدفع حقها هيدا الكلمة لا لا بالعكس ما قلت له هايك لأن ما شفته بعدها التليفون بسيط ما شفته بعدها ولكن أنا 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 مش صحيح أنه حزب الله بيحمي الدروز بس صار تهيد الحادث لحظة حامي حامي الدروز هو أكبر مني وأكبر من ولي جملات وأكبر من طلال إرسلين وأكبر من حزب الله تنتفق عشان من هني عندهم حماية دروز مش بالصدفة بقوا ألف سنة هون حمايتهم عندهم حماية كبيرة كتير وحماية لا ندركها لا أنا ولا أنت ولا غيرها تجذرون بجبل لبنان وبالأرض نحن هذه المنطقة دافعين حق كل حق كل صخرة حق كل كم شي تطراب دافعين دم ألاف السنين إلو أجدادنا فوق ما حدا ألاف حدا في يحمينا ولا حدا في يقتلعنا ولا حدا في يشيلنا ومع محبتي للكل يعني بسيطة يعني أنا لو بده يواجه ولي جملات حزب الله يا أخي أنا ببشي معك تعطي تنواجه إذا في ضرورة بس يعني مثل ما صار بـ 11 أيار أن تساوموا على دماء الناس يعني شباب رائعين استشهدوا بالمعركة وسومتوا على دماءهم بعد ساعات أنا ماني ما هيك أنا ماني بيع دم أنا ماني بيع دم بكل صراحة بقلك ولكن أنا إذا هدد أهلي أكيد بس مش بس الدروز أهلي بالشوف أنا مهمتي الحفاظ على إقليم الخروب على الشوف على علي بمسيحيه بدروزه لذلك أنا أحذر يعني هون من أي يعني أي مساس بهذه الوحدة بالشوف نحنا مننزل على الأرض مننزل بسلاحنا بكل صراحة بقلك لأنه 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 ليوم القوى الأمنية ما فيها تفوت بأي سراعات داخلية ما فيها تفوت بأي سراعات يعني بيّن يعني يعني العميد أمين بمجاهد جرى الاعتداء عليه ما تدخل إلى القوى الأمنية قد تفرج يعني كانت صدمة لإلنا وكارثي هذا الأمر أنه ينضرب الزلمة وينغدر فيه من قبل مئة واحد وهو لحاله على الصندوق وعميد بالجيش وما تدخل القوى الأمنية هذه كانت سقطة كبيرة للقوى الأمنية أستاذ وليم عفوا أستاذ ويام ولكن تحدثت بأكتر من تويت عن غدر عن قلة وفاء في مقابل أيضا اللواء جميل السيد تحدث عن هذا الأمر ولكن بوضوح أكبر أنا بدي أسألك شامل أنا بدي أسألك من غدر بك عم بتقلي سنة عطلوب شيعة عطلوب أول شي غدر فيه جايبتي ما معي مصاري بس هيدا ما أخص بالتويت بقى معي مصاري ما معي مصاري برأيك كل اللي طلعوا حتى من المجتمع المدني اللي هني تفجأنا بوجود لا معهن مصاري كأن الشباب لأ كان فيه مصاري كل اللي بيعرفو بأس في ناس ما معه نصاري من المجتمع المدني لكر نفسه وربحه ونس ما معه مساري وربحه على أخرى يعني أول من قدر هكذا فكن هو هذه معنويات جدا بمدفع مصاري كظى واحد ما دفعه مصاري بس فيه ناس كان معه مصاري كثير وفيه ناس معه مصاري وما جابت 3 لفصاق مئة بالمئة هذه ليست معادلة يعني اليوم 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 اللي عمله فؤاد مخزومي ما بينعمل مثلا اليوم الجديد تقول 16 مليون دولار معلوماتي 24 24 مليون دولار حد فؤاد مخزومي بالحملة المتحدة ما طلع بعد شوية أخذ أكثر منه أنا أنا عدوي أول شي كان أنه ما معي مصاري نعم دفع كثير مصاري ببيئتي باليومين الأخيرين وما كنت عاجز عن أنه أدفع مين دفع المصاري ببيئتك غير نعمة عمي بالتقدم الاشتراك لا كان عنده مصاري بمال تاني أول شي بس هيدا مش غدر هيدا عملية انتخابية لا 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 ما عامنا الناس غدر عقول عن ناس اللي قبلوا يقبضوا لأن أنا بس حتحدثت عن غدر وقلة وفا من بعض الناس بش ناس بعض الناس مش كل الناس في ناس أوفية وغراسي في عشرة الاف وفش وانا لا بهاي القصة بس في ناس اللي أنا بخدموا عشرين سنة وبيجي بيقبض علي خمس مليون ليرة آخر يوم وبخوني ايه غدار بيكون علي من بعض الأصوات من علي اللي عطيتك كثير لتقدمي ولا مطاطق ما عطوا كثير ما هو نازل أربعة تلاف صوت نعم أنا نزلت أربعمية بالدروس بس عن مرة الماضي بس هو نازل أربعة تلاف صوت يعني نازل أكتر مني أنا نازل عشرة بالمية منه برأيك لو ما أنت بالخط السوري بالدرجة الأولى كنت أخذت أكتر كنت أخذت أكتر أصوات تاب هيدا تاني هيدا تاني دورة شو الخط السوري يعني بس بدي إفهم كيف أنا بالخط السوري أكيد أنا أنا بالخط السوري بشو يعني يعني السوري يعني هلأ سوريا يعني هو دعم لحزب الله أيضا برغم من ما قال مرحبا قبل الانتخابات. ما قال لي مرحبا. لين السوري تدخل قلولي. مش عتدخلات. على خطك اللي هو خط سوري. خط لحزب الله. خط مقاومة. أنا عندي حسابات حماية الدروس في سوريا. عندي حسابات هذا النظام بسوريا نظام علماني. وأنا يناسبني كدرزي. كمعتدل. كسن معتدل. كدرزي معتدل. كمسيحي معتدل. كشيعي معتدل بسوريا. هذا النظام العلماني هو ضماني لبقاء المعتدلين. ولضرب المتطرفين. هي لعنيت سوريا وصلتك. أنك تاني دورة تخسر. لا لا. بس في حملة طبعا شنت علي. بتعرفي أنت الحملة حجما اللي شن علي الوزير جمهلات شخصيا. نعم. يعني. مع أنه كان عم بيحكي عن حرب الغاء. أنت عم بتشن علي. بيشون. يعني. عايبي يقول أنه أنا في إلغي المختارة. وعايبي يقول أنه مروان إحمدي في خلي المختارة. معيبي هاي المسألة. معيبي بحقه أصلا. مش هالقد المختارة ضعيفة. تاني شيء ما أنا بعرف. وليد. وليد عنده شبكة. مش 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 الصوت اللي بيحمي له وليد. وليد حمي شبكة اتصالات خارجية. هذه الشبكة الاتصالات اللي بلشت تخلص. لأنه اليوم لما يطلعوا الأمريكان. ما يحسبوه. انتبهي. انتبهتي للتصالات الأمريكية. لا حسبه جنبلات. ولا حسبه جعجع. إنه هوا من قوة تغيير اللي ربحوا. بنهي منهم تغييريين. يعني. وعيد واضح للمجتمع الدولي. اليوم هذه الثورة قامت على وليد جنبلات. وقامت عسامير جعجع. وقامت على كل هذه القوة اللي شاركت بالسلطة. اليوم نحن تركنا السلطة. اللي شاركنا فيها ستة شهور بس. في ستة شهور من ثلاثين من ثلاثين سنة إلى اليوم ما كان فيهم ولي جنبلات بالسلطة. ستة شهور اللي كنا فيهم نحن. واللي عملنا فيهم إنجازات. بلشت بإلغاء خدمة العالم للشباب والصبايا يعرفوا اليوم قد كانت صعبة عليهم. بس يخلص هو تيرمينال بدهوا روحا خدمة العالم. نحن أول قرار عملنا لغيناها. نحن شلنا أربعين بالمية من الموازنة الدولة. لأن شباب قلنا لهم راحين على النيار. فتح الجلسي كان الدين 33 مليار. طيب الدين قبل 17-20 تعرفي قد يصار 93 مليار. هؤلاء 93 مليار صرفهم سمير جعجع وفؤاد السانيورة ووليد جملات وكل اللي شاركوا بالسلطة. وكمان جبران باسيل كان بالسلطة. حتى ما نقول نحن كمان أنه ما كان بالسلطة. اليوم نحن في جملة أخطاء ارتكبت. إذا فريقنا يقعد يقيم الأخطاء جديا ويتعاطى معها أهلا وسهلا. يريدون شيء يقيم؟